سبعة أنشطة بشرية رئيسية بتساهم في تغير المناخ توليد الطاقة من خلال حرق الفحم أو الزيت أو الغاز تصنيع البضائع اللي بيتم معظمها من حرق الوقود الإحفوري قطع الغابات وهنا بنتكلم عن تدمير ما يقارب 12 مليون هكتار من الغابات كل عام استخدام وسائل النقل اللي بتعمل بالوقود الإحفوري عمليات تصنيع الغذاء اللي بتؤدي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان تزويد المباني السكنية بالطاقة اللي بتعتمد على الفحم والنفط والغاز الطبيعي بالإضافة لاستهلاك كميات كبيرة من الطاقة في الاستخدام الشخصي والتجاري النشاطات دي كلها وتأثيرها في عملية التغيرات المناخية حن نقشها مع ضيفاتنا الدكتورة أمال طاها خبيرة للتوعية البيئية برحب وحضرتك أهلا بك كل سنة طيبين وحضرتك طيبة دكتور أمال تقريبا معظم الأنشطة البشرية الرئيسية بتساهم في تغيير المناخ ده صحيح يا الأساسي في تغيير المناخ التغير المناخ هي الأنشطة البشرية ابتداءا من قطع الأشجار والغابات انتهاءا باستخدام الوقود الأحفوري واستخدام البلاستيك استخدام المواد الحافظة كل ده بيساعد على تغيير المناخية حتى هيقول لي طب ازاي يعني الغابات عندنا الغابات بنسميها أولا مصنع أكسوجيني هو اللي بيدينا الأكسوجين تاني حاجة ان الغابات هي سفنجة المية للأرض بمعنى ان لو جات مطرة أو سيول هي اللي بتمتص الغابات دي هي اللي بتمتص المياه وبتخزنها في بطنها فلما بنقطعها السيول ما بتلاقيش قدامها حاجة بتمتصها فبتتالي بتسحف على العمران وبيحصل الفيضانات والسيول بعد كده ان الأشجار كمان مصدات للهوى وللرياح أنا لما بقطعها بيبقى سهل جدا ان الرياح ما بتلاقيش قصادها أي حواجز وبتالي بيحصل لنا الأعاصير اللي احنا بنشوفها دي كلها نيجي بعد كده الأغذاء كنت هقول لحضراتك الصناعات الغذائية والتأثيرها على تغير المناع احنا عندنا في الصناعات الغذائية بنستخدم دايما البلاستيكات والورق في عندنا الصفيح بيستخدموا الصفيح برضو في التغليف الغذائي كل دي لما بنيجي كلها بتعمل كمية قمامة كبيرة جدا تيجي عشان تتخلص من كل المخلفات دي صعب ان احنا نتخلص منها وعلشان تقنعي حد بأن لو الأكياس البلاستيك دي غلط على الصحة ولأ نستخدم الأكياس البلاستيك اللي هي بتتحلل مع الطربة في مجموعة من الأكياس البلاستيك دلوقتي موجودة بعض السوبر ماركتات الهايبر الكبيرة دي مجرد بتقعد معاك ثلاث شهور وبتلاقيها بقت زي البودرة دي أصح حاجة فاحنا بنطالب فطبعا ده تكلفته عالية فهتيجي الهايبرات تقولك إيه لأ طب ما أنا أزيد تكلفتي عليها ليه هزودها على المستهلك فالدائرة كده هتلاقيها غريبة جدا فكله هيبقى على المستهلك والمستهلك دلوقتي بنقول إيه لأ احنا نحد شوية من الحاجات دي فاحنا بدل ما بروح السوبر ماركت أخد عشرين كيس بلاستيك لأ أخلي حكتي في ثلاث أربعة كياس وخلاص نحن بنحب الحكاية دي أه بنحبها جدا بنحب نجيب كياس كتير بنستخدمها في البيت أيوا دي بقى إيه إيه إعادة مش إعادة تدوير إعادة استخدام كل دا سلوك خاطئ طبعا طبعا إيه الثاني سلوك خاطئ بننتهج؟ أولا إن إحنا بنعملين على بطال سايبين المية مفتوحة دي برضو طبعا من الحاجات المقلقة جدا في التغيرات المناخ إحنا بنقول التكيف والناس طبعا لما تسمع التكيف مع المناخ فكان هي كلمة كبيرة وضخمة لا إحنا هنبسطها جدا إن إنت لو رشدت في المياه إنت بتتكيف مع المناخ إنت لو رشدت في استهلاك الكهرباء ده كله تكيف مع المناخ مصر عملت ده بقالها فترة في الطاقة بيستخدامها إن إحنا عددات الكرب كل ده عشان ترشيد الطاقة ترشيد الطاقة ده بيعمل تكيف مع التغيرات المناخية كلها حاجات مصطلحات كبيرة لكن مرضودها أو تفسيرها سهل جدا بيخلينا نستهلك الطاقة بشكل أمثل بشكل أمثل بالزبط كده ونفس الحكاية عددات المية؟ بالزبط اللي هي بالكارت؟ بالكارت كل ده بيساعد على ترشيد المية لأن أنا لما هعرف إن الكارت هيخلص بسرعة هبدأ أنا أرشد هنرجع زي الزمان لما كنا نخرج من أي قوضة نقفل النور لنقفل الحنفية لما بنستخدمها كل دي سلوكيات لازم نبدأ نغيرها التغيرات المناخية وعلاقتها بقى بوسائل النقل حضرتك شايفة إيه البدائل؟ البدائل عندنا إحنا عندنا مصر يعني يعني ماشية بسرعة الساروخ في هذا المجال عندنا شرب الشيخ دلوقتي كلها كلها يعني مدينة صديقة للبيئة موجود فيها شواحن الطاقة الكهربائية للعربيات عندنا دلوقتي الغاز الطبيعي الطاقة الشمسية عندنا أكبر مولدات طاقة شمسية موجودة هنا عندنا في أسوان طاقة الرياح كل دي الغاز الطبيعي كل دي حاجات مصر بدأت تستخدمها عندنا النقل المستدام بمعنى أنه عندنا أكبر محطة نقل في الشيخ زايد معمولة علشان الناس اللي هتنزل من المترو هتلاقي تقدر تركن السيارات بتاعتها وتاخد البصات أو الأوتوبيسات اللي هي بتعمل بالغاز الطبيعي وتقدر تتنقل بها وفيه كمان سيارات بتعمل بالكهرباء بالإضافة إلى أن احنا دلوقتي بنستخدم الغاز الطبيعي في بيوتنا وده شيء يهائل جداً كل دي القطار القهربائي كل دي استخدامنا للوسائل النقل النظيفة والمستدامة فده كله تعتقد أن الناس فعلاً حتتحول من عربيتها وتستخدم وسائل النقل النظيفة؟ أعتقد أول مش بسبب أنهم عايزين يحافظوا على المناخ عايزين يحافظوا على فلسون بسبب ارتفاع الوقود بالضبط فهيبدأوا أن هما يرشدوا في استهلاكهم شوية بأن هما يستخدموا البديل وده شفناه يعني لو إحنا لاحظنا دلوقتي الشرع المصري اختلف عن الأول بدأت الناس يستخدم العجل بدأوا يستخدموا البصات لأن متوفرة دلوقتي بصات على مستوى عالي جداً فبدأت الناس إلى حد ما ده تعملوا أنت لو حضرتك رحت لأي محطة أوتوبيس هتلاقي كل الناس راكنا عربيتها وبتستخدم أوتوبيس في التنقلات وبترجع تاني بعد ما بتخلص تاخد عربيتها وتروح بيتها ده يعني إحنا عايزينه ينتشر هو تقى قليلة جداً اللي بتعمله بس إحنا عايزين ده ينتشر دلوقتي إحنا بنشوف الستات ركبين السكوتر بتوفر العربية لأنها عايزة حاجة سريعة حاجة أخاف فكل ده تغيير في النمط والعادات والتقاليد المصرية دي حاجة إيجابية جداً وحاجة يعني مفرحة دكتور أمال إيه علاقة صناعة الغذاء والتغيرات المناخية؟ استخدامنا للورقيات والبلاستيك البلاستيك شيء خطر جداً علينا وعلى الطربة لأنه ما بيتحللش بسهولة مع الطربة بياخد وقت كبير جداً على بال ما يتحلل بالتالي إحنا بنقول يا جماعة بلاش استخدامات البلاستيك سواء أكياس سواء معلبات الليلة بالبلاستيك كل دي يعني فيه ناس بتعمل شطرة ولما تقلص علبة الحلاوة البلاستيك بتبدأ تستخدمها تاني لبيتها لا دي هي معمولة للاستخدام واحد بس قمامة المصريين مليانة بحاجات كتير جداً لو اتدورت هتبقى ثروات ثروات وفعلاً لازم الجامعيات الأهلية هو في بعض الجامعيات الأهلية بتقوم بدا لازم الجامعيات الأهلية تهتم جداً بإعادة التدوير وثقافة إعادة التدوير وإن هما يعملوا التوعية دي في المدارس ويعلموا الولاد في المدارس يمكن وزارة البيئة بتعمل ده بس وزارة البيئة الوحدها مش هتقدر تقوم بالدور ده الوحدها لازم الجامعيات الأهلية تبقى ثاند وزراع قوي من أزرعة وزارة البيئة اللي بتساعد على نشر ثقافة التدوير دكتورة أميل حضراتك شايفة إيه استفادة مصر من استقبال كوب 27 لا إحنا نستفيد كتير نستفيد سياحيا بقى اقتصاديا هتبقى حاجة هيلة جدا تاني حاجة أنظر العالم كلها هتبقى موجهة لمصر رابح حاجة إنه نلف أفريقيا والدول العربية السيد الرئيس شايله على عاطقه هو بكل المباحثات والدفاقات 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 وكل حاجة هو على عاطقه سواء للدول العربية أو للدول الأوروبية زائد الدخل القومي هيزيد بالإضافة إلى إن شفنا مدينة شرم الشيخ إزاي تحولت هي مدينة السلام ومدينة جميلة بس تحولت لصديقة للخدراء حارك قلت الدخل القومي هيزيد إزاي لأن أنت عندك مات وفود جاية كثيرة جدا أنت عندك دلوقت شرم الشيخ آه طبعاً عندك شرم الشيخ محجوزة كلها لمدة 21 يوم بتوع المؤتمر كلها أمريكا وغدا زون كل الدول الأوروبية كل الدول كل واحد أكتر مشاركة من العالم كله كله بالزبط أكتر من 200 دولة هتشارك في المؤتمر ده 227 آه طبعاً يعني ده المشاركة رائعة وفرصة أن احنا نعرض كنوز مصر لفرصة رائعة للترويج السياحي المصري فلازم نستغل الفرصة دي للترويج السياحي لمصر طب دكتور أمال هو المبادرات إيه اللي مصر حتقدمها في مؤتمر المناخ القادم؟ مصر مقدمة سبع مبادرات لمؤتمر التغيير المناخ حماية الشواطئ استخدام الهايدروجين الخريطة الزراعية حماية التكيف والتخفيف كل دي حاجات مقدمها مصر سواء مثلا حماية الشواطئ إن احنا مقدمين على خطة لغاية العشرين سبع وعشرين لحماية الشواطئ عمين التآكل لإن احنا عارفين إن من إحدى مشكلات التغييرات المناخية إن هي تآكل الشواطئ الساحلية ابتدنا فيها فعلا؟ ده فعلا ابتدنا فيها ده المدة بتاعتها تقريبا من 25 ل27 يجي بعد كده استخدامنا للهايدروجين الأخضر استخدامنا للهايدروجين الأخضر دي التاني نقطة مقدمها مصر للمؤتمر وده هتبقى معانا من 2024 ل2030 وكل واحدة هتتكلف مليارات يعني مثلا تقريبا الشواطئ هتتكلف أكتر من 12 مليار دولار سواء هيبقى عن طريق معاونات أو عن طريق الحكومة المصرية الحكومة المصرية يعني لأن إحنا وفروض أن المؤتمر ده أن الدول الأوروبية أو الدول اللي هي دول الاصطناعية الكبرى كلها مفروض أنها تقدم بعض 100 مليار دولار للدول اللي هي متضررة دي أفريقيا دكتور أميل بيقدموها على شكل قروض مش على شكل منح لأ منح أغلبها منح أغلبها منح بس ما بتبقاش فلوس نقدية بتبقى في صورة مشاريع مشروعات مشروعات فعندنا وعندنا الهايدروجين الأخضر عندنا النقل المستدام ده مصر بقدمها برضو إزاي وتجربة مصر في النقل المستدام عندنا تأكل التربة ودي من الحاجات المهمة جدا تقريبا كل الميزانية بتاعت السبع مبادرات اللي مقدمها هم مصر 202 مليار دولار جاهت منهم قد إيه لحد دلوقتي لأ لسه بش لما نشوف بعد انتهاء المؤتمر هنقدر نعرف إيه الدول هتقدر تساعد المصر في إيه وهتساعد دول الأفريقية في إيه لأن إحنا بنقدم بس واحد في المية من الإنبعاث الحراري أو سبب الإنبعاث الحراري إحنا مصر والأفريقيا كلها من ثلاثة لأربعة من مية بالزبط يعني مش مش الرقم اللي يخد أو الرقم اللي يخلينا نتحمل نتيجة التغيرات المناخية بس إحنا الأكثر تضرورا الأكثر تضرورا أيوا إحنا الأكثر تضرورا والأقل بالدعاء ده بالإضافة إلى أن بزرس التضامن الاجتماعي عملت مبادرة غريفة جداً للمتطوعين علشان فتح البادة التطوع للتغيرات المناخية والمشاركة في المؤتمر فده شيء جميل جداً وبين الدول المختلفة وشباب الدول المختلفة ده هيديروا تغيير في الثقافة ويعرف الناس إزاي دي إزاي بتفكر وإزاي بتحافظ على البيئة لأن إحنا ما عندناش غير كوكب واحد وأرض واحدة بالضبط فلازم نحافظ عليها بالضبط يعني أنا يعني متمنية أن الشباب المتطوعين دول يرجعوا يبدأوا ينشروا ثقافة التطوع واللي شفوه في المؤتمر يبدأوا ينشروا ما بين باقي الشباب هو الحفاظ على البيئة حفاظ على حياتك بالضبط وحفاظ على الكوكب الكوكب فعلا بينهار يعني لو شخصناها أيه بالضبط لو حضرتك لاحظ في الفترة بتاع كورونا بقيتنا نقول الدنيا أخف والدنيا أحسن والهوى مضيف ليه؟ لأن كانت أغلب المصنع عفلة كان مفيش مبعاثات كتيرة فبالتالي الدنيا كلها مفيش وسائل المصنع ووصلات كتير كتير فكل ده كان خفت خفت الضغط على الكرة الأرضية شوية كأن مثلاً كورونا دي كانت إنذار بتقول لنا الأرض بتصرخ بتقول لنا رحموني بقى شوية فأنا أنتم مش عايزين ترحموني أنا هرحم نفسي بإني أقعدكم في البيت دكتورة أملت أنا أشكر حضرت جداً لهذا اللقاء أشكرك وأشكر أستاذ المشاهدين مشاهدينا أشكركم لمتابعة كوبوت 27 موسيقى موسيقى موسيقى